أمازية سن ودو عزيزة في اللي تقرا ويقرنا غيطان اخباونا ما تفسوا يتنلي تبقونا راشنا تقرا ويقرنا غيطان اخباونا ما تفسوا يتنلي تبقونا راشنا تقرا ويقرنا ما تفسوا يتنلي تبقونا راشنا تقرا ويقرنا غيطان اخباونا ما تفسوا يتبقونا راشنا موسيقى 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 يضوغني ترفو جدا موسيقى موسيقى يضوغني shake يبقونا موسيقى موسيقى بالنسبة لي أنا ما كانش فيه منطلق حقيقة سواء التورا قبل أو بعد لأننا خدمنا في هذا المجال هناك استمرارية بضبط استمرارية مثلا المؤسسة التوال التقافية بدأت سنة 2000 في كاليفورنيا في أمريكا فالعمل المستمر فعلا المجال الحرية كان أوسع الناس ورغبتها كانت أكبر بعد التورا في التغيير ورغبتها في العودة إلى الهوية وانت تعرف كيف يصير لما يصير شرخ في منظومة معينة الناس تبحث على البديل وكانت هذه فرصة جيدة أننا نقدم ما لدينا من بديل يعني نحن لا نخترعوش حاجة من عندنا ولا نديرو حاجة من عندنا نحن هذه بضاعاتكم ردة لليكم يعني هذه حاجة الناس نفسهم لهم وعايشينها ويعيشونها الحاجة الأخرى المهمة بالنسبة للعمل الإبداعي الأمازيغي فيه مجالات كثيرة جدا عمل الإبداعي الأمازيغي زي ما تعرف سواء تشتغل في اللغويات سواء تشتغل في الرسم في النحت في الأشياء كثيرة ولا لجب أن نعترف بشيء مهم جدا أن بالنسبة لي أنا هذا ما شيء والله ما نعتبره نضال أنا يوم اللي ننحط هذه ولا نكتب هذه رد متع رأيش هاد شيء أنا ما شيء يعني مثلا نبدل فيه جهد لا 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 رأني فرحان كندير هاد شيء بحال واحد رصام يرسم معرفش شيء لوحة في بلاصة ولا يكتب شيء مجلة ولا قصيدة ولا يعني ما نعتبرهاش مجرد نضال لا مجرد حاجة نعيشها لأني أمازيغي أكتب بلا مازيغي وأعيش بلا مازيغية فقط المازيغيات بحال نمط حياة يومي بالضبط ولهذا لا أجد فيه تعب ولا أجد أنه هو شيء يجب أن يعني غالبا المبدعين يعني يعملوا الأشياء من أجل مكافأة أنا بالنسبة لي أن هذه الصنعة نفسها تعتبر مكافأة يعني تصنع الشيء تبدعها تجلس تتعب فيه تصهر فيه الليل يعتبر شيء جميل جدا وهذا اللي نتمنى أن نكونوا أليه هو العمل الإبداعي يكون إبداعي في حد ذاته ولكن باللغة الأمازيغية لأن التكلف في العمل غالبا ناتج عن حالة من الانهزامية وحالة من الضعف أو حالة من كده ربما يعني هذا ويكون ولما تكتر الفلسفة من حولها والتخميم وكثرة التخميم وكثرة الكلام من حولها ربما تفقده ذاك البراءة يعني أنت كتعطي الأولوية للفعل والإنجاز على الكلام يعني كتشوف أنه كينتضخم في الكلام لا 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 أستاذ عصيد أنت ربما يعني ما شاء الله أنت رأت لاحظ الآن في الحلقة أنني لا أجد بالكلام لا أجد بالكلام وليس لأني أفضل العمل على الكلام أبدا بالأكس احنا اقتنعنا وتجدد فينا الروح الهوياتي وتجدد فينا هذا كله بسبب كلام الآخرين فالكلام مهم والنقاش مهم نعم بل والصدمة كذلك مهمة يجب أن تصدق الإنسان طبعا لأنا كتحرك اللي بغينا نعرفه واشنون الفرق الآن في الوضع التقافي للأمازيغية ما بين ما قبل 2011 وما بعد 2011 هل هناك قنوات أكتر للتواصل بين المازيغن في ليبيا وبين العالم وبين المازيغن في شمال فريقيا هل المنتوج الأمازيغي الآن في ليبيا يعني عنده إشعاع في مناطق ديالو كيف تتعامل الدولة الآن والمؤسسات مع الأمازيغية يعني هل هناك فرق بين ما قبل 2011 وما بعد 2011 تعرف اللي صار في ليبيا في العمور صار تغيير شوفوا الفرق صار تغيير على مستوى الليبيين كلهم بمعنى تغيير نظام الحكم تريد كذا ولكن اللي صار بالنسبة لأمازيغ ليبيا ثورة ربما يكون متطرفا أن بعض الناس لو نقول أن الوحيدين اللي استفادوا من الثورة في ليبيا هم الأمازيغ لأن مثلا المتحدثين العربية مثلا في ليبيا أو غيرهم يعني لما يشوفوا الوضع قبل القدافي ولا بعد القدافي صحيح ما فيش هذه الليجان التورية وهذاك الضغط العسكري وهذاك السجود وكذا ولكن على المستوى الثقافي على مستوى التغيير الملموس ما فيش حد استفاد منها بحل الأمازيغ هناك تدهور لا لا ولكن ما فيش حد استفاد من هذا التغيير بحل الاستفادة لإستفادة الأمازيغ لأن الأمازيغ كانوا تحت الويصاية وفي الحجر وتحرر برضا برضا بينما العربية كانت موجودة أنت استدعصيت جيتنا وكنا مع بعض في ليبيا وشفت الوضع الناس فرحانة بشكل رهيب جدا تحس أنها فرحانة به تغيير نعم وما كانوا ينظروا فيها أنه هو استفادة مادية أو مناصب أو كذا يحسوه تغيير في الأساسيات في حياتهم ولهذا تعليم الأمازيغية في جبل نفسها الناس ما زالت في الجبهات تحارب القدافي وحدود جبل نفسها ما زالت محاصرة والمدرسات تدرس بالأمازيغية فتحت المدارس خصيصا لكي تدرس المازيغية بينما المدارس الأخرى عطلت لأعذار كثيرة من أعذار التورة وإعذار الحرب وإعذار كذا ففي جبل نفسها لا كانت تدرس المازيغية مباشرة بدون مناهج بدون أي شيء بدأوا يجرسون هكذا بسليبوا بطريقتهم وكل واحدة عن الطريقة ويكتبوا أيضا في الواجهات والواجهات والعالم في كل مكان وإلى خيره إذن الحقيقة فيه تغيير جذري في ليبيا ولو كان ما تحسش به الناس بسبب الحرب هذه اللي صايرة والمشاكل ولو كان أكثرها لا يصل إلى المناطق الأمازيغية مباشرة ولكن موجودة يعني مثلا الحرب في طرابلس لها سنة الآن مشتائلة والتاهبة وهذا عنده تأثير على النفسيات في الناس في الجوار يعني الأمازيغ أدرار نفوسها أنت يعني مثلا السفر ما تقدرش تمشي مباشرة بالمطار إلى المطار لأنها محاصرة مثلا الآن تمشي عن طريق مطار طرابلس لازم تمشي عن طريق تونس أو تمشي عن طريق كده هو فيه في المطار ولكن معقد الرحلات ومعقد الأمور كلها يعني إرسالات البريدية وكلها أصبحت معطلة كل شيء يصبح معطل بسبب هذه الحرب ولو كان المنطقة هذه ما فيها مشاكل ولكنها تتأثر اقتصاديا العملة مثلا وسعرها يتأثر فيتعتنى الجميع الحالة الاقتصادية الإضطرابات المادية الأخير يعني بعد الدينامية 2011 ما هي أهم القرارات المؤسساتية التي صدرت لصالح الأمازيغية سواء في التقافة في اللغة في التعليم هل هناك قرارات رغم أنه يعني الدولة لله كالتهيك الآن وكال مشكلة يعني البرلمان الحكومة المؤقتين إلى غير ذلك لكن هل هناك قرارات تصدر عن مؤسسات دولة تخص الأمازيغية والله صدر القانون 18 مثلا سنة 2012 أو نهاية 2012 بداية 2013 وهو قرار الزامية التعليم الأمازيغية مثلا في المناطق الناتقة ولمن يرى في ذلك هذا يفسح المجال للمناطق الأخرى ولكن نقول لك أن هذا القانون لم يصدر إلا بعد ما الأمازيغين أصلا قطعوا شوط ويدوريسون أصلا أصبحت تدريس واقعا والقانون التحق وهذا كذلك في قوانين كثيرة جدا كالقوانين السماعية البصرية وغيرها هذه صدرت بعد ما جعل الأمازيغ هذه الأمازيغية أمر واقع في تقصير من ناحية نحن أن نحن جديد علينا هذا الشيء كامل يعني نحاول أن نستفيد من التجارب الآخرين كالتجارب للرزائر والمغرب وغيرها ولكن في الواقع فيه مجهود كبير يقوم به الشباب ويحاولون أنهم أو الشباب في نفس الوقت يحاولون أنهم يواكبوا الحراكة الأمازيغية وانت تعرف ثلاثة سنوات في العمر الثقافي بسيطة تعتبره أربع سنوات وحتى عشر سنوات تعتبر بسيطة في العمر الثقافي للأمم هو الجميل بالنسبة للثقافة الأمازيغية فيه إعداد مسبق لسنوات وسنوات اللي كان كان هو المنع فلما امتنعت الموانع كانت الأشياء هذه تظهر تلقائيا وطلقائيا فرأينا مواهب في التلفزيون رأينا في الموسيقى وأشياء لم نسمع بها أبدا بمعنى أن المشكلة أنه بعد فك طوق على الأمازيغية ورفع الحضر ما كانش هناك تراكم كبير وزخم في المجال إنتاج الثقافي والأكاديمي في ليبيا كان فيه ولكن لم يكن بشكل العلني ومطبوع مثلا مؤسسة الثقافية بدأت سنة 2000 خارج ليبيا فمثلا طباعة الكتب وغيرها كانت تطبع خارج ليبيا كانت تطبع ولكن تمنع باش يدخل لليبيا خارج ليبيا نعم إذا خارج ليبيا كتبة سعيد صفة المحروم كانت توزع بصفة سرية وإلى آخر كانت مجلات تصدر في ليبيا مجلات وغيرها وتصدر في الأمازيغية زي التفيناغ زي التامازغة هذا الشيء كانت تصدر في الثمانينات كان فيه مشاريع كثيرة ووجب القول كذلك أن في الفترة الأخيرة من حكم الجدافي صار نوع من التراخي بما يسمى مشروع الشباب ومشروع مش عارف كذا كل ما يدخل المشروع وكان يسمح للأمازيغية نوعا ما بإلقاء مثلا وجود بعض المؤتمرات وجود بعض الكذا ولكن لم تكن بهذه الجراءة أو بهذه القدرة وهذا طبعا سبب حتى نوع من الحساسية لما يشوفوا هذه الاندفاع عندنا الطرف الآخر يبقى مشكلة كان فيه نوع من التسامح فيما بين الناس في أيام الثورة الأولى والآخر نسميه تجاوزا ثورة فكان فيه هذا النوع من الحماسية والتسامح الأخيرة حتى لما بدأ الأمازيغ ينجوا ويظهروا في العلان ويبدأ التعليم بدأت الصدق بدأ هناك تراجع عند الطرف الآخر طبعا ربما هذا بسبب فشل النقاش داخل لجنة 60 ولمجلس المؤقتة والله يشوف السياسة في العموم تفرق السياسة تفرق والثقافة تجمع فلما كان المشروع مشروع ثقافي كان أسهل بكثير العمل فيه فلما انتقل من مشروع ثقافي المشروع السياسي وهو لا بد أن نمر بهذه المرحلة لا بد من قوانين ولا بد من العمل السياسي فلما دخل لهذه المرحلة بدأ الآخر يكشر عن أنيابه وبدأي وهذا أدى إلى نوع من البلوكاج نوع من الحباس الحباس بين الأطراف هل يمكن الحديث في ليبيا عن مخبة ثقافية يعني قادرة على أن تستجيب لمطالب المرحلة الحالية في ليبيا والله يشوف أنا عشت مع المعارضة ليبيا مثلا خارج ليبيا والناس أنواع وأشكال هناك من يعني يعيش في رغد أوروبا والتعددية والديمقراطية وغيره وهو أكبر عنصري شوفيني أحادي إلى آخره عندما يعود إلى ليبيا لا يستفيد حتى موجود هناك يعيش هنا في غاتو من غالق إلى آخره وهذه أنواع يكون منهم البعثي ويكون منهم الإسلامي ويكون منهم يكون منهم أنواع وأشكال وفيه يعني النوع المجموعة من الأكاديميين حقيقة أنا شخصيا يعني عندي أصدقاء كثيرين من الناطقين بالعربية ممن حتى من غير ما يعيشوا في مجتمعات مفتحة ولا يعرفوا شيء عن التعددية وهم بطبيعة المتعددين إما للطلاعاتهم الخاصة إما لقراءاتهم إذن يوجد هذه الظاهرة وثلك وتوجد ظاهرة لم أجدها أنا عشت في المغرب مدة وأعرف الجزائر جيدا وأعرف دول تمزغة عموما أن هناك ظاهرة غريبة في ليبيا ربما نتجدها كثيرا وهي ظاهرة الأمازيغيين اللي هم متعربين من 500-600 سنة الآن أطفالهم يتعلموا اللغة ويتكلموا يعني ملفت للنظر مثلا نجد شخصيات هنا في المغرب شخص اثنين كل ما في مكان أو آخر أو نجد في الجزائر كاتب ياسين وأسماء معينة لكن في ليبيا أقول لك ظاهرة أصبحت ظاهرة اجتماعية بمعنى تجد أعداد كبيرة من الناس تذهب وتتعلم لغة الأمازيغية أو تدافع وتكتب في الإنترنت وكذا عن الثقافة وحصوصا من ناحية الهوية ما الذي أنجيز في هذه السنين هذه من الثورة للآن خمسة سنين تقريبا ما الذي تنجز في المجال لإنتاج الثقافي الأمازيغي الذي كان سابق ينتج في مجال سرية أو تحت الوصاية أو الحضر ما الذي ممكن نقوله في هذا المجال أنا في نظر الشخصي أكبر إنجاز ربما يجب علينا أن نحافظ عليه ونحن نجد الدوهم ونخلوه أحسن مش شرط أنه يكون من البداية صبناه صح ولكن على الأقل يعتبر مكسب هو في المجال للتعليم المناهج التعليمية الآن عندنا الأمازيغية عمرها ما كانت في التعليم إلا بعد 2011 صبحت تدرس في المدارس يعني كيفاش عملتوا باش تدخلوا الأمازيغية في المدرسة في ليبيا خاصة في المناطق أدرار نفوسها وطوار أيام الحرب مع القدافي كانت زوارة محتلة نالوت على الحدود حدودها مستباحة من قبل القدافي إلى أخير وحلود تونس وكانت أكثر لبيين أخرجوا ودخلوا منها يفرن كاذب محتلة لأنها أقصى الشرق كانت جادو تحضى كانت جادو في وسط الجبل هي وكباو وكانوا من منطقتين الوحيدتين التي لم يصل إليهم النظام بحكم طبعا كما قلت هما جايين في وسط الجبل فلازم يمروا على مناطق كثيرة القدافي حتى يصلهم ولهذا لم يصلهم أي ضرر من هذه المناطق فكانت جاود الصباقة أول مدرسة لتعليم الأمازيغية كانت في جادو وكذلك ما قلنا كانوا يستخدموا في كل شي يعلموا الحروف يعلموا كذا بيغدون أي منهجية أو كذا مباشرة مع القضاء على القدافي وانتهاء كل المسلسل بدأنا في التفكير جديا في إخراج مناهج أمازيغية وكانت قرارات كثيرة يجب أن نقوم بها على يعني بسرعة بحيث أنه يصبح أول شي يعمم المنهج بحيث يصبح موحد عند الجميع وكذلك سيارسة فرض الأمر الواقع وكذلك تطلعات الناس وإلى آخرهم كانت من أهم القرارات واحد أن الناس أنفسهم عندهم حميمية إلى التفناغ من غير أي نقاش بمعنى حسم موضوع الكتاب بأي حرف مباشرة بالتفنع لماذا هذا الحسم كان سهل يبدو أنه هو شي يرون فيه نوع من الهوية يشوف فيه نوع من يعني هذا وين يعني قوة رمزية الحرف وعراقة تاريخية وترىها في الجرافيتي ترىها في الحيوط ترىها في اللباس ترىها في كل مكان الناس يكتبوا غير بتفنع إذن قرار وش من الجرافي أو الحرف الذي يكتب به باللغة الأمازيغية هو قرار التفنع إذن انتهينا من موضوع التفنع هل كان الذي يستبني المغرب لهذا الحرف تأثير في هذا المجر؟ أكيد معيرة والعمل على الحرف الأمازيغي كانت تأثير كبير أكيد في المغرب وهذا الذي نوصل هنا في باقي الكلام أن بعد ما اخترنا حرف التفنع حقيقة لم نختره واختره الناس يعني ما كانش في مثلا أكاديميين جالسين ويتكلم ويتنقش واشهد أو صراع أو نقاش التلفزيونية يعني اجتماعيا كان محسوم محسوم الناس حسموا هذا الموضوع التفنع حتى تجد لافتات تجد كل شيء في التفنع إذن الموضوع محسوم إذن هذه مشكلة كان فيه رغبة في مجرؤ التوحيد نعم ونحن عارفين أن فيه جدية في العمل في المغرب حقيقة من ناحية معرة اللغة من ناحية كذا ولو كانت تزداد كل يوم وتتحسن كل يوم فقلنا نستفيد من تجربة المغرب ونبني عليها من ضمن قرارات البناء على المنهج المغربي مثلا أن في بعض التغييرات في حرف تفناء بسيطة جدا 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 تتلاءم وليبيو وكذلك لما تناقشنا مع الاركام هنا في المغرب ربما أقروا نوعا ما أن هذا ربما يكون كذلك في صالح الأمازيغية أن نحن ندرنا هذه القرارات بعد هذا جاء كتابة المنهج إقناع الناس أن اللغة المزغية الممعيرة مش شرطة تكون نفس اللغة التي تتكلمها في الدار وراه اللغة الممعيرة أوسع بكثير وتشمل كل تمزغة وأن أطفالكم بعد عشرين عام مثلا يصبحوا فيه تخاطبوا بسهولة مع أمازيغة المغرب والمتفرجة في التلفزيون مثلا المغرب والجزائر وغيرها فصار فيه نوع من النقاش في هذا المجال لأن الناس لا ينجحل شيء عادي كما يقولون وفعلا نجحنا في هذا السام ونجحنا بعض الصعوبة في البدايات ولكن نجحنا كان فيه نقاش هل ندخل مثلا بتدريس الجهوي ثم ندخل في التعميم ثم في كذا الحقيقة حسم الموضوع من البداية الأمازيغية الممعيرة للجميع بدون أي تدرج بدون أي هذا وهذا سيحتاج نوع من تهيئة اللغوية ببط هل كيف المختصون في اللسانيات يعني يخدمون على اللغة الأمازيغية في ليبيا في الغالب الهوات للأسف الشديد وأثبت الوقت أن ربما بعض الهوات أقدر من بعض الأكاديميين اللي هو مثلا تجد عنده بحث عن مثلا عند بعض الأكاديميين في ليبيا يشتغلوا على حروف الابتداء في الأسماء الأمازيغية مثلا وتجد إنسان هاوي ويقرأ في الموضوع بجدية من سنوات هذا الموضوع طبعا من المواضيع التي قرأها ولكنه يعرف كل شيء عن اللغويات ودرس في الله إذن الموضوع الحقيقة ليس مواضيع لم يكن اجتماعات أكاديمية بدرجة أولى واللي سهل الموضوع كما ذكرنا أن أعمال أكاديمية كثيرة عملت في الإينالكو أو في الإيركام لو المعيير قيمة في المغرب فهي نفسها التي ستكون مثلا كتابكم هنا في المغرب عن وحدة النحو العمازيغي مثلا أصبح مرجع للجميع سواء الجزائر ليبيا تونس أو للجميع يعني خلاص معنش يحتاج النقاش فيه كثير ربما يضاف عليه يناقش في بعض الأطرحات ولكن في غالي بيته وفي عمومة نفس الشيء يدرس في ليبيا أو في غيرها الكتاب المدرسي يعني ألفتم كتاب مدرسي يعني كان عندكم دور في تأليف الكتاب المدرسي الأول يعني الآن كيف يتعاملوا التلاميذ والمدرسون مع الكتاب قبل هذا لو تسمح لي الكتاب المدرسي الآن احنا وصلنا لصف الخامسة الابتدائي صف الخامس نعم في ودرة وجيزة لأن كل عام كان أخدمه العام اللي بعدها نعم طيب هذا خامسة ابتدائي وعندنا تعاقد مع وزارة التعليم إلى الصف التاسع الابتدائي يعني القرار خلت صدر وأمورها تمام طبق إشكالية كتابة الكتاب كيف تتم الكتاب المدرسي مبني على شيء يسمى ISO Education يعني International Standardization Organization for Education هذه المنظمة هذه الدولية يستفيد منها الكاتب بالعربية باليابانية بالهندية كل لغة العالم كل لغة العالم تستفيد من هذا Standardization هذه للتعليم مثلا عندكم في الصف الرابع الابتدائي يدرس تقس شوف كتاب الرابع الابتدائي بالفرنسية يدرسون التقس الرابع الابتدائي في الكونغ يدرسون التقس بمعنى هناك معايير دولية تعتمد في المدرسة الآن فيما يتعلق بالمضامين وبالمنهجية التدريسية بالضبط بالضبط واستفدنا من بعض الباحثين المغاربة اللي جاءوا عندنا في ديبيا واستفدنا منهم كثير وأرسل ليبيون هنا وأخذوا دورات وكذلك يعني التجربة اللي عاشها الإنسان في المغربة وعاشها في الجزائر وشاف المناهج وشاف كذا فاستفد منها كذلك وزي ما قلنا هي صيرورة عرفت الإنسان عندي صديق في الإعلام أول ما بدأنا التلفزيون بالأمازيغية في ليبيا الأحرار كان عندي صديق اللي يذكر في الخير السي شكري أجمار لما جبناه يشتغل معنا أو هو حق سبقني في الإذاع لما جاء كان يقول لي يقول لي أنا تشوفني الآن طبيعي نخدم في هذا الشي لأنني طول عمر نحلم به إذن فلما يجيه مش إحدى لحظة هو يتعلم ولا كي لا هو أصلا يشاه فكر فيه ودار فيه نفس الشي في التعليم في التعليم هذه الأشياء فكرنا فيها مقبال وربما كتبنا مذكرات عنها أو حاولنا فلما وصلنا إلى تلك المرحلة وجدنا الأمر نضج وسهل زي ما تعرف لما كان الوضع مغلق في ليبيا كان كثير من الناس يعدل مثل هذه لنعرف النظام ليس سيستمر دائما وإلى خريفة يعدل مثل هذه المرحلة هذه من النحية بقية إشكالية أخرى وهي إشكالية إعداد المعلمين إشكالية تهيئة المدارس الآن عندنا مثلا بعض المناطق زيزورة فيها 120 مدرس تقريبا منطقة صغيرة هي ولكن خلال 420 مدرس وعذد كبير يعتبر تم تكوينهم يعني في دورات تكوينية على المنهجية وعلى كل كل شيء بذب أنا ينبغي أن نذكر أستاذ عبد الرحمن بيلوش أكيد تسمع به كان هو مقيم معلنا في ليبيا من سنوات بيلوش اللي كان عنده تجربة في التعليم في المغري ويشتغل أيضا في المعهد الملك التقاف الأمازيغي وكان عنده دور في تكوين المدرسين في ليبيا بلضب بلضب وغيره وغيره حقيقة في مجموعة من الشباب الخيرين القادرين اللي جعلنا في ليبيا وقاموا بدورات تدريبية بل حتى في الآن سيدات أستاذ نظار الأعزاء كنحيلكم على روبرتاج ثاني مباشرة بعد الثورة الليبية عرفت البلاد عودة ملامح التقافة واللغة الأمازيغيتين بعد 42 عاما من الإقصاء والتهميش حيث عرفت الأمازيغية دخولها إلى التعليم في مناطق أدرار نفوسة وزوارة منذ الدخول المدرسي لسنة 12 2000 كما عرفت نفس السنة ولادت منابر إعلامية وميراجنات فنية أمازيغية توجد بملتقى الاستحقاق الدسوري لأمازيغ ليبيا مناسبة جمعت مختلف الأطراف السياسية والمدنية الليبية واللقاء الذي تمخذ عنه بيان دعا إلى تأسيس دولة القانون والمواطنة ودسترة الأمازيغية كلغة رسمية للبلاد أمازيغ كانوا ممشين في السابق والآن كل أي منطقة متوفرة فيها الطوارق ومتوفرة فيها اللهجات الأمازيغية لازم تلتحم ببعضها وتتماسك لأن في حاجة يسمى ويبارك فيها ويشفى جرحانا ويعود الأسرانا إلى مواطنهم نتمنى أن نصر للمخلصين لهذه التورة تحيى تورة 17 فبراير ويحيى تورى المناظرين ويحيى كل من أقل الصينية لخدمة هذه التورة هذا وصر تفاؤل واسع في الأوسط الليبية حول مستقبل البلاد ما بعد ثورة السابع عشر فبراير لكن ما إن تم انتخاب هياكل المؤتمر الوطني والسياقة المبادئ الدستورية وفتح النقاش حول الدستور الليبي حتى دخلت البلاد في دوام من الصراعات والسيناريوهات التي أجهزت على أحلام الشعب الليبي لحظة تاريخية يامل حقوقيون صاف الأمازيغ الذين عانوا طويلا من التهميش والإقصاء ودسرت حقوقهم اللغوية والثقافية والسياسية في ليبيا ما بعد القدافي مدغي سيدان كان هناك تأليف ذي الكتاب المدرسي كان هناك تكوين ذي المكونين من ناحية ذي التحسيس في المجتمع بضرورة التعليم و بأهمية التعليم الأمازيغية خاصة في مناطق ناطقة بالأمازيغية وش الجمعيات ذي الحركة الأمازيغية في ليبيا هل كان لها دور في عملية التحسيس هذه باعتبارها ضرورية لإنجاح العملية أكيد أكيد كان فيه بل هذه الجمعيات قامت بدور عدوار كبيرة أخرى حتى في إعطاء دورات للغة التعليم المدرسيين والحقيقة المجتمع المدني كان لها دور أكبر بكثير من دور الدولة في هذا المجال بما نحن نتكلم عن المجتمع نحن نربط موضوع مهم جدا بموضوع الموضوع التعليم بعد ثلاث سنوات من تعليم اللغة الأمازيغية دهني هو كيف يعيش الطالب ما يدرسه كيف المحيط متاعية نسا كيف نربط ما يدرسه فيما يقوم به في البيت ولهذا خرجنا راديو عملنا راديو في جبل نفس اسمها راديو أول طبعا في غيرها راديوات راديو جادو راديو لالوت راديو زوارة اللي هو كاساس بس راديو أول أظن يعمم على هذه المناطق أكثر من غيرها بمنحة يصل مداه إلى كل هذه المناطق راديو أول كانت الفكرة الأساسية من هذا الراديو أن الطالب اللي يقرأ في المدرسة ما زال يستمر ويسمعه وهو راجع من المدرسة في السياء في معنى نوع من الرغط بين الإعلام والتعليم بالضبط وكانت الفكرة الأخرى كذلك عن جزنة تلفزيون اسمها تلفزيون إبرار وكيف سمعته به والتلفزيون هذا كانت الفكرة الأساسية متاعه التهياء يكون استمرارية لما يقوم به الطالب في المدرسة وهذا لا يكفي فأخرجنا أول مجلة مثلا الأمازيغية اللي هي مجلة أرمات أرمات اللي هي اللي ما يعرفش الكلمة بالأمازيغية تعني الاعتدال الاعتدال الصيف اللي يسمع إيكانوك صدرني بالفرنسي فمجلة أرمات المجلة الوحيدة الأولى اللي كانت تصدر بالتفنة من أولها إلى آخرها ثم بلغة واحدة بالأمازيغية فقط وحاولنا نبدع فيها في عدة مجالات والآخرين فمثلا العدد هذا يتكلم على ناسع اللي هي الوكالة الفضاء ويتكلم على باب ديلين كمغني يتكلم على يعني ما فهي كونية موضعة بالضبط ولكن كل شيء باللغة الأمازيغية باللغة الأمازيغية بالضبط وقصص تفناء كلها بحرف تفناء بالضبط مثلا بعض القصص تترجم عن اللغات الأجنبية كالفرنسية والآخرية هذا لا يكفي فقررنا حقيقة أن اللعب عند الطفل يكون كذلك باللغة الأمازيغية نعم استعمال الألعاب استعمال الألعاب فأخرجنا وصنعنا بعض الألعاب اللي هي بالصوت ولا أذكر أن في المغرب في مثل هذه الألعاب ولا في الجزائر ولا في غير ألعاب اللي فيها الطفل تصدر أصوات باللغة الأمازيغية تلعبها والأخير لا تحدث عن الألعاب في الكمبيوتر والتليفونات في الأشياء هذه الحديثة ولبل الألعاب قائمة بذاتها تأخذها تفتحها يعني مادية ملموسية ملموسية لأنبع الطفل وتقوم بالأمازيغ في الإبداع مثلا الفني والمجالات الفنية مثلا هذه تستخدم في الكولاج للطباعة والأختام مثلا الحروف الأمازيغية هذه ملصقات يستخدمها الطفل هذه التتواج في الأعراس والأفراح يستخدمهم التقز يستخدمهم الأوشام النساء فحاولنا أننا يعني يكون فيه استمرارية لما يبدأ يعني إدخال حرف تيفي ناغ واللغة الأمازيغية في كل مجالات الحياة بلظب بلظب بل حتى يعني أمزح مع الأصدقاء كلما نتمنيكم دائما تفطروا الصباح بهذا المج اللي هو مكتوب عليه تيفاوين ويكون غيرها مكتوب بأشياء أخرى وكلها باللغة الأمازيغية وبتيفي ناغ نعم فحاولتنا يكون من يوم يفيق الإنسان في الصباح يشرب قهوته بالمكب بالأمازيغية يدخل للسيارة يستمع على الرادية بالأمازيغية يدخل للمدرسة يدرس بالأمازيغية بل حتى لما يعطى الجائزة من قبل المدرس على إبداعها في الأمازيغية ويأخير يعطى الجائزة كذلك أمازيغية فأبدأنا مثل هذه النحوات والنقشات لكي تعطى كهدايا للأطفال عندنا كذلك لديهم القدرة وعندهم التليفونات الذكية هذه والتابلت عملنا لهم بعض البرامج باللغة الأمازيغية مثل برنامج إلكترونية مثل برنامج أهيل نو أهيل نو هذا برنامج حقيقة باللغة الأمازيغية أول برنامج كان يصدر كبرنامج ملتي ميديا متكامل بالصوت والصورة واللعب وبل يأخذ حتى السكور اللي هو بالأمازيغية وغير الألعاب الإبداعية مثل هذه ما يسمى جيكسا بازل هذي مشهورين في أمريكا وغير يستعملون للتعليم بل حتى سكرابل اللي هي الشعور العالمية المعروفة عملناها باللغة الأمازيغية مونوبولي هذه اللعبة هي كمشهورة عالميا فنحاول بمعنى أنكم سبق في شمال إفريقيا في موضوع الأمازيغية في هذه الأشياء لأنها ما زال مكينة في المغرب فنحاول من هذا المجال آخيرا ربطنا التعليم والتيفناغ واللغة الأمازيغية بالتاريخ وانت عندك هنا مثال اللي هو مجلة أمزروي الناغ أمزروي الناغ هي كوميك أول كوميك لو تسمح لين نعرض منها غير صفحة ولا جوج الكوميك هذا أمزروي الناغ تاريخنا يكون بالصفحتين حقيقة نكتبناه بالعربية وبالأمازيغية من الجهتين يعني هذه المثال على الصفحتين كيف يكونوا يعني هذا اللوع من البوند دي سيني البوند دي سيني بزب لكوميك كيسمى بالعربية أظن ولا المونجا ولا غيرا هنا كيتحدث على بدايات التاريخ انت تعرف التاريخ الأمازيغية بدأ يؤرغ من عهد شيشنك فهنا أول اسمته أول حلقة كنت تتكلم على الملك شيشنك وهنا باحث أركيولوجي كيمشي من مدينة لمدينة ويكتشف في العالم الأمازيغية لأنها تم اصطناع شخصيات كوميك باش هي اللي يتتبع اللي يتتبع مع الطفل وتقدم له هذه المعلومات التاريخية والعلم هو في عالم الكوميك وفي الأفلام كي يحتاجوا إلى حاجة يسموها في الكندكتور اللي هو كي يأخذك من منطلق إلى نهايتها فهنا أحبنا نحكو زي في التاريخ عندنا في أجدادنا كانوا يستعملوا ذلك الرواياتي والحكواتي والجدات وإلى آخرين فهذه المجموعة تلكوميك 14 جزء عن التاريخ الأمازيغي نعم ويبدأ من شيشانق ينتهي بأبد الكريم الخطاب لأن تعرف أننا في ليبيا مثلا لما ندرس المادة للغة الأمازيغية ليس شيء غير اللغة فقط ندرس بل يوجد مضامين كثيرة تربطون اللغة بالثقافة بالثقافة بالهوية بالتاريخ صف الرابع الابتدائي هناك أغنية آخر أغنية يتعلمها الطفل ويحفظها كناشيد تتكلم عن كل الملوك الأمازيغ مثلا والممالك والعلماء والشخصيات الكبرى والمحطات الكبرى في تاريخ الأمازيغ عن طريق الشعر ويتعلم من خلال هذا الشعر كذلك التصريف الأفعال هو ذلك التصريف الأفعال ولكن في نفس الوقت يأخذ مواضيع كثيرة عن التاريخ والطالب يحدث الطالبة والمدرس يرد عليهم وداخل المكتبة فهناك مضاوية مثلا في الصف الثاني الابتداء يتعلم الطالب في مادة التعاون مثلا يتعلم أن يعين الولد أو البنت لأنه عندنا مشكلة في المناهج المناهج دائما الأم في المطبخ والأب في المشارف كده والطفلة ونحن نوع من تقسيم الأدوار وفق المنظور التقليدي التقليدي نحن أعطينا المفاهيم حقيقة مترسخة في المجتمع الأمازيغي حاولنا نحن نجسدها كذلك ولكنها تتماشى مع الحداثة أيضا ومع التقافة حقوق الإنسان بزر فهذه يعني حقيقة التعليم راه ماشي مجرد تلقين حروف وكلمات التعليم عندنا دور اجتماعي كبير جدا ويجب أن يولى هذا الدور ويجب أن يربط بالحياة اليومية بمعنى أعطيت للتعليم موقع الصدارة في ما يتعلق بمشروع النهوض بالأمازيغية في ليبيا بالضبط هذه هي الفكرة إلى الآن يعني عملت الخمس سنوات هذه الابتدائي واذا دخلت الإعدادي لا ما زال ما زال ما زال ما بدلنش الإعدادي إلا زي ما قلنا نحن نمشو كل عام كندرسوا العام اللي بعدها نعم فمن الصعب أنك أنت في أربع سنوات توصل للإعدادي أنك تحتاجت تسع سنوات حقيقة تمانية سنوات فما زلنا نجتهد في هذا المجال وما زلنا نستفيد من تجرب الآخرين وزي ما قلنا ما نهجنا هذه ما هيش قراءة منزلة يعني كنت تكلم عن التأليف التأليف المدرسي باقي غادي يواكب سنوات بذب لاك يواكب السنوات ويمشي من عام إلى العام الآخر يصير أحيانا بعض العراقين أنت تعرف عالمنا في المواعيد مواعيد الطباعة مواعيد التوزيع مواعيد كده ولكن لكن رانا غادي ماشيين ماشيين وهذا الأمر يريد سنوات ويحتاج يحتاج إلى سنوات كثيرة يعني مش أمر من السهل بجانب التعليم كالإعلام الإعلام انطلق مع إداعات وذكرتي بعض النماذج وانطلق أيضا مع قنوات تلفازية ومن بين القنوات إبرارا اللي كانت تقريبا ناطقة باسم الساكنة الأمازيغية والطموحات للها والنخب للها والجماهير إلى غير ذلك ولكن مع الظروف دي اللي بي الآن توقفت يعني هاد التجربة دي الإعلام شنو الأفق دي لها في ليبيا الله زي أي شي أنا حقيقة كنت أتحرج دائما أن نتحدث عن هذه النقطة بالذات وهي نقطة أن القدافي ما خلاش كوادر في ليبيا للأسف الشديد مشكلة الكادر ونقص الكوادر مشكلة كبيرة جدا والاعتماد على الدولة في كل شيء أنت تعرف المجتمع الاشتراكي وهذه ليست ليبيا بس من يعاني منها عانت منها العراق بعد تفسخ المنظومة السابقة وستعاني منها الجزائر بعد انتهاء هذه المنظومة لأن لا ينطلقون ما منطلق داعه يمشي داعه يمر ينطلقون ما منطلق مشيه وحكمه ووريه كل شيء فهذه حقيقة أنقصت من الكوادر بكثير فهذه أكبر عائق نجده أمامنا هو عائق عدم وجود كوادر كفء في خدمة هذه المجالات وهذا نلامسه حتى كذلك في التعليم نلامسه في كذلك في قضايا أخرى وربما البداية والتعثر تعطينا فكرة أحسن على البدء من جديد والنهوض من جديد والعمل بطريقة أفضل من الطرق التي اشتغلنا بها من قبل وتكون أفضل لصالح الجميع أنا أرى أن في عراقيل في أشياء كثيرة جدا 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 وربما لا أركز عن هذه العراقيل فقط لكي حتى ليطبط الإنسان من عزائم الناس ولكن في العموم يجب الاعتراف أن الأمر ليس بالسهل حقيقة ليس سهل والأمر يحتاج إلى سنوات طويلة جدا حتى أني اليوم كنت أتكلم مع صديقي العزيز الدكتور عبدالسلام الخلفي في المعد ملك التقافة المنزيغية السلام خلافي خلافي نعم أنها كيفاش أنتم كنتم تقوموا بعمالية التقييم التعليمي عندكم في المغرب فيقول يجد صعوبة في ذلك كبيرة إذا كان المغرب يكون مؤسساته كوادره ولأخير هي يجد صعوبة في ذلك فما بالك في ديبيا التقييم قام به بعض الأساتد الأستاذ محمود البكوش وأستاذ أنوار بسكال وغيرها هؤلاء الأساتد اللي هم حقيقة يشتغلوا في هذا المجال بكثرة معهم الأستاذ عبد الرحمن بيلوش كتبوا التقييمات وداروا على المدارس وشف المدرسين والنواقص فعبد الرحمن شلغم كذلك حاول أن يقوموا بهذه الأشياء ولكن الأمر ما زال فيه صعوبة لأن التقييم العلمي يحتاج لتركيز أكثر مجرد استاتيستيك والإحصائيات تجيبها وتنتهي بها يحتاج للتفاعل معرفة الظروف المحيطة بالطالب الظروف المدرسة طريقة الابتداء ويحتاج أيضا إلى استقرار الأوضاع استقرار جدا 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 لمستقبل التعليم في ليبيا لأن كما قلت يوجد الرغبة عند الناس يوجد الحماس يوجد كل هذا ويوجد كذلك نوع من الاستقلال يعني الدول في هذا المجال لأن تعرف أنت المنظومة التي تلقى بها ليبيا الآن منطوقة جهوية والجهات تستطيع أن تتعمل متى شاء فهذه حقيقة تساعد كثيرا في عملية لو تجيب لي واحد من منطق أخرى حتى قد على منطقتي أو ما عنداش رغبة في زي مثلا في بعض الدول يأتي وزير تعليم جديد يمسح اللي فات ويفدى من سميكو مثل مغرب مثلا فهذه مشكلة أحنا في ليبيا حقيقة لا تعتمد على مزاجية الموظف ومزاجية كده على الأقل في مناطقنا يعتمد على عزيمة وإصالة المدرسات ومدرسين ووجب القول شيء مهم جدا أن أغلب المدرسين اللي والمزاجية هم نساء عندنا في ليبيا الرغم الشديد عند النساء المرأة عندها دور كبير جدا الغريب في الأمر ربما مدرسين قليلين جدا أنا نقولها بصراحة المدرسين ربما يشكلوا حتى عشر فالمئة مننا وهذا مهم بالنسبة للتعليم ابتدائي جدا جدا أنت تعرف الطالب يالله في طم من البيت انتعاف ويدخل إلى فهذه معروفة سيكولوجيين في العالم يمكن تكلم عنها في مجال الإعلام قدرته لتكون جيل جديد من الإداعيين والمقدمين البرامج في التلفزيون من إنات وذكور فيه والله فيه فيه خرجوا مبدعين خرجوا حقيقة في راديو أول مثلا أنا شخصيا رأيت بعض الشباب مبدعين جدا وعندهم رقبة شديدة لهم يدخلو ويقوموا في المجال الفرص هي قضية الفرص حقيقة وشتغل هنا وحي الأستاذ حمو من هنا وعندكم من المغرب كان يشتغل عنه من المغرب يشتغل عندنا في القناة الأمزيغية في ليبيا ما زال حقيقة الشباب حتى اللي ما ختمش في التلفزيون يبدعوا من عندهم في برامج فيه هنا وحي صديقي المخرج السينمائي سليمان أحمانا خرج عدة أشيط عن الهوية خرجوا بعض الأفلام بعد التغيير الذي حصل في ليبيا كالمخرج الشاب آزروم مغورا مثلا أخرج تماغيت أخرج بعض الأشيط بطريقية عن أمازيغ الجنوب الآن فيه أشيط عن تاريخ الحركة الأمازيغية ففيه أفلام لأمتيجات التلفزيونية التلفزيونية وما زال لا يوجد أفلام للسينما ولكن في المسرح يجب أن أقول كذلك أن خرج المسرح الطفل الأمازيغي خرج رئيس نقابة المسرحيين الليبيين كلها أمازيغي فيه الآن مسرحية ملحمة التلفزيونية الأمازيغية من أولى لآخر في مسرحية طويلة وسوف تعرض في كندا على فكرة هذا الصيف عرضت عدة مسرحيات في ليبيا حقيقة باللغة الأمازيغية ولأول مرة تخيل أنت الآن خرجت من التورة وكنت تشتغل في الضلام بعد ثلاث سنوات تخرج مسرح يعتبر بالنسبة لي أنا هذا يعتبر إنجاز عظيم الناس ما تشعرش به الناس ما زالت تقالقوا تريد أكثر وهذا شيء جميل ولكن يجب أن يدركوا ما لديهم حتى اللي ضعي وهو حتى هو ببعنى لا بد من التأسيس على قاعدة التقافة بالضبط لكي لا يكون هناك فراغة يعني لطغ الهم السياسي مخصوش يتمنع على فراغ للأسف الشديد الشباب وجدوا أنفسهم كثيرين وجدوا أنفسهم في الموضوع السياسي لأنها لا يتطلب جهد كبير سمحني معلش ولو كنت نقص من قيمته بهذا الكلام ولكن أقصد بذلك ليس تنقص من قيمة أقصد أن العمل الإبداعي يريد جهد يريد يريد سهر يريد التعب حتى لا تعرف شيئا تتعلم وتحتاج وقت لكي تتعلم لكن السياسة لا تحتاج كل حد يستطيع أن يحلم كل حد يستطيع أن يبدي رأيها إذن ليس بشطة أن يكون رأي صحيح لا تكفي لا العمل طبيعة العمل الأمازيغي والحقوق العمل حقيقي ثقافي بدرجة أولى هو الأساس الذي خرج هذا العمل السياسي إحنا تكون عندك رغبة في الإصلاح والديمقراطية ولكن التقافة عندها دور في تغيير الدهنيات والرقيب الوعي وهذا أساسي في البناء السياسي بالضبط وهذا اللي بنقول لك من البداية أننا ولو حققنا بعض الأشياء في المجال الأمازيغي لا يعني شيء إلا من تغيير العقليات وهذا ما يحتاج إلى سنة وثنين وعشر وهذا اللي يأخذ وقت أكثر هل هناك مؤسسة الآن في ليبيا المركز الوطني للدراسات المحلية طيب هذا يختم بالتبو وبالأمازيغ بالاثنين التبوهم أقلية اللي بيديا عندهم لغة خاصة أقل لغة خاصة هم يعني عندهم امتداد في تشاد والنيجر وآخرين في تشاد بالدات دبا أنا قلتها لك من المغربي دبا الآن هذا المركز للأسف أول ما تأسس أول ما تأسس المركز قامت الحرب في طرابلس هو في طرابس المركز هذا فتعطل عن الإنجاز ولكن لهم الفضل في طباعة الأمزلو النغ هذا الكوميك هم اللي عاونون ماديا باش نطبعوا هذا عندهم ميزانية عندهم ميزانية هم اللي عاونون باش نخدم القاموس على الانترنت عندنا أكبر قاموس الآن نشتغل فيه على الانترنت بشكل كلابراتي قاموس عن اللغة اللغة مسيحية في ليبيا نطعف كم صفحات الآن معجم؟ بالألاف حقيقة الفين لا 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 سبعين ألف كلمة في المعجم كم عدد الصفحات؟ من الصعب ما نعرفش لأنها بطريقة الإلكترونية فيكون سردي هكذا ما يكونش بصفحات عندنا وسيطبع ورقيا نتمنى هذا في القريب العجم نتمنى ولكن تعرف هذه الأشياء تحتاج وقت أنا دائما أراهن على الوقت لابد ما يكون فرق عمل بزب ولازم تتوزع الأدوار ولازم ولازم الآن مؤخرا كذلك كان إصدار قانون أو وزارة التعليم العالي أصدرت مركز اسمه مركز الدراسات الأمازيغية ويتمع أكاديميا أكاديمية الدراسات العليا وهو المقرفين مقرفين طلبس كذلك للأسف كذلك جاء في ظروف الحرب وظروف المشاكل هذه اللي احنا فيها وعين لها رئيس وعين لها جميع الكادر الوظيفي متاعها وإلى آخره ولكن للأسف الشديد ما زالت فيه إنجارس بأن كذلك في طرابس مشكلة هذه أعين له فرع في زوارة مثلا ما زال الأمور تأخذ وقتها تأخذ وقتها وليس الإنسان لازم يصبر ويتابر وما يوقفش دائما يعود يعود هل هناك متاحف أمازيغية في الليبيا بعد التعليم تعرف من من الأهد القديم حقيقة فيه اهتمام كبير جدا بالمجال الثقافي والمجال التراثي لقد دافي جاب شركة ألمانية وهذه معروفة للجميع الشركة الألمانية رسمت خريطة السياحة في ليبيا خريطة السياحية لقد دافي كان عندها رغبا أنه يفتح مشاريع السراح ويفتتع على الغرب وإلى آخرهما فلما عملت هذه الخطة السياحة في ليبيا يبتدئ بمناطق أمزيغية ويدهي بمناطق أمزيغية فلغي المشروع بأكمله للأسف للأسف لقد يتحقق طبعا كان المشروع يقول أنه يجب تبنو هوتيلات أو هوتيلات في هذه المناطق يجب أن يكون مطاعم يجب أن يكون خطوط سير يجب أن تتحسن الطرقات يجب كده فهذا ما يعني بنيا التحتية يعني بنيا التحتية ماذا يعني الفتاة الآخر ماذا يعني تعريف الأمزيغية ماذا يعني فهذا كله كان فأوقف المشروع أوقف المشروع بكله بسبب أنه سيظهر ثقافة الأمازيغية اللي هو يقول مكينش اللي هو يقول مكينش بصعب هل هناك متحف الآن فيه فيه متحف عدة متحف فيه متحف قديم جدا متحف سليمان البروني في مدينة جادو مدينة تيفرن لها مبادرة تقفية كبيرة جدا ومجلسها التقافي يتكون من مجموعة من المتقفين مجموعة من المناطرين الأمازيغ وانتظرتها في مدينة تيفرن تعرفون من المناطرين الله يذكرون بالخير الآن كان فيه مبنى بناها الإيطاليين مبنى كبير المبنى هذا اسمه المبنى المتحف الثقافية بتاع مدينة تيفرن حتى هو نفس الشيء في بداية الحرب ودخلنا في موضوع على اسمه أنا أعهد إلي متحف المتحف الموسيقى الأمازيغية ميوزي دو لانتولوجي ميوزيكال أمازيغ وهذا حيضم جميع الألات الموسيقية يكون فيه وعنده بناية الآن خاصة البناء هذه هي نفسها نفس المبنى اللي نحكي لك عليها هذا اللي مركز التقافي اللي عادوا تجديده المجلس المحلي إفرن مجلس المحلي إفرن مثلاً قاموا بوضع زين أمازيغية كبيرة جداً وعالية كبيرة جداً للتأريخ والتضحيات والنضال الأمازيغي عبر شمال أفريق كلها هناك بعض الأشخاص اللي قاموا في بيوتهم القديمة إعادة بناء وهيكلة الطريقة اللي عاش بها الناس الأولين وفيه إقبال شديد جداً مثلاً عندنا بيت إيسيلين في جبلنا في إفرن هذا يزوره سفراء أمريكا يعز عليهم كثير يعني لهم يزوروا هذا الأمكان بل أن الأرص بحط موضة اللي هو يتزوج الجديد يمشي يتزوج في هذه الأماكن بحكم نهاية تعيشهم هذيك التاريخ القديم السماد غيس في دقيقة يعني قبل من ختم الحلقة يعني عندكم مهارات عديدة غير البحث منها صنع هذه الأشياء الجميلة من العملة للملوك الأمازيغ مسي نساء يوغرتن كذا ومنها أيضا النحت بمعناها عملتي منحوتات لشخصيات أمازيغية من القديم إلى الآن إلى إدير الموسيقي وتفكر في محمد شافيق أيضا وغير ذلك هذه الأشياء الجميلة وكنذكر أنه أخذت جائزة للنحت أيضا على الخشب من كندا وهذا نحت أيضا على مواد صلبة هذه الأشياء غير موجودة هنا يعني كيفش رجتكم هذه الفكرة ولماذا لا توجد هذه الأشياء في بلدان شمال فريقيا نعم أنا حقيقة نحتي أزاليا كثير أول شيء لأنه رمزية هذا الأنتمتال دي ليش هذا دي يوغرطة ملك الأمازيغ يوغرطن هو مكتوب سميته والتاريخ نتاعه أنا نمشي للبيوت الأمازيغية وأحيانا تتمنى أنك ترى شيء يعني في البيوت يعبر عن التقافة والحوية الأمازيغية فخطرت علي فكرة أننا تخليدا للتاريخ الأمازيغي نصنع مجموعة من المنحوثات التي تتعلق بشخصيات أمازيغية كبيرة كيوغرطة ماسينيسا وغير حتى عبد الكريم الخطابي واسمال باروني وغيرها من الشخصيات الحديثة هذه وبعد هذا قمت بتصنيعها بشكل كبير جدا فيه موجودة تباع هذه تباع في كندا تباع في أمريكا تباع في دول سكندنافيا تباع في فرنسا ولكن ولا تباع في تمزغا لا تباع في ليبيا تباع في تونس ولكن لا تباع هنا في المغرب بحق موجة موزعين في المغرب يعني لو كان يجيني شخص موزع يقول نحب نوزع هذه ونحتاج إلى كده قطعة ولهذه الأشياء ولهذه الميداليات فيه رغبة شديدة فيه طلب كبير جدا هنا في المغرب عن هذه الأشياء تجيني عن طريق الفيسبوك تجيني عن طريق الإيميلاد ويتساءلوا الناس حتى على قوتبنا ولكن للأسف لم أجد أحد إلى الآن جاد أنه يتحمل مسؤولية ويأتي بهم من ليبيا أو من السرطة ويوزعهم هنا أتمنى أتمنى أنه هذه الأشياء الإبداعية الجميلة أنها تلقى سوق رائجة في دول شمال الفريقية بالدرجة الأولى وكذلك في بلدان الحوض البحر الأبيض المتوسط سيدة السادة من دار الأعزاء قبل أن نختم الحلقة دينا والذي نشكره بالزفع لها سيمة غيس على الزيارة وعلى الإسعام دينا نقدمه بعض الإصدارات من ليبيا والجزائر المجلة التي تكلم عليها سيمة غيس هي عبارة عن بوند دي سيني بالأمازيغية والذي تحكي على تاريخ ليبيا وتاريخ إيمازيغان بشمال الفريقية وهي 14 جزء وعمل يعني إنجاز مهم جدا بالنسبة للطفل وبنسبة للتعليم دي الأمازيغية هناك أيضا مجلة علمية كتصدرها الفوندسيون أو المؤسسات دي التاولت اللي هي المنبر الإعلامي المعروف لأسو سيمة غيس مجلة إيمازيغان واللي كتضم يعني العديد منها الدراسات والمواد التي تفيد في مجال التقافة الأمازيغية ثم هناك مجلة أرمات اللي هي مجلة مكتوبة كلها بلغة واحدة هي الأمازيغية وبحرف أمازيغية سيمة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر